انا بعتذر يمكن طريقتي كانت غلط ما بعشو بدأ اعمل حتى ما داخد فكرة عني اني بلازوق لا على سلامتك ما بدي جايك تخافي مني احنا ما عمنا نخاف من حدا هيك عشنا وهيك تربينا لكن شو المانع انا مستعدة اعطيك الضماناتي اللي بتريحك ليه كرمال شو ولا ما بعرف شو بدي اقول ما في داعي تقولي شي وانا ما رح ساعدك مهما كانت اسبابك حتى لو هالشي بغير حيات شخص كيف يعني وبعدين شو دخل اخي جابر بهاد لحكي انا ما عم بفهم علاكي اخي كفيت على حياتي وما عم بعرف طلعوا منه اخي جابر؟ ايه اشان هيك بدي شوفه اخي جابر مستحيل عن جد ما عم بقدر سهدق لك هي كتير كبيرة معاولة انت معاولة انت معاولة النور الاعلامية المشهورة المعروفة تكون بهاد الكذب كله كانت لحبي غيرها يا مخلوقة لما معقول وصلتي لللي وصلتي له من وراء الكزب ومعقول حط حالب هيك موقف كرمي لسكوب يا موني أنا جيت لعنديك لأنه أنا بنت مثلي مثلك لما فتلى هون تركت شغلي بره بيب بيتك بترجيك تحاول تفهميني أنا فهمانتك كتير منيح وفهماني كيف وحدة مثلك قدرت توصل لهذا النجاح تعرفي شو؟ أنا إذا كان لازم كذب لحتى إنجح مثلك فما بدي هاد النجاح ولا عم تظلميني؟ انت هي اللي عم تظلمي حالك وانت هي اللي حطيتي حالك بهيك منقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر